والكلمة الآن لممثل اليابان سيدتي الرئيسة أشكر وكيلة الأمين العام ديكارلو على الإحاطة اليوم هو الذكرة التي انطلقت فيها الحرب في أوكرانيا عضوان روسيا في أوكرانيا منذ سعام وأربعة أشهر ومنذ ذلك الحين كان الشعب الأوكراني يناضل من أجل سيادته وسلامة أراضيه التي يكفلها مثاق الأمم المتحدة والأهم أن الشعب الأوكراني كان يكافح من أجل حياته وحياة أساره وأصدقائه ومن أجل السلام وكل ذلك قد تأثر فجأة من قبل أفعال روسيا والآن وهنا علينا أن نعرب عن كل التضامن والدعم لأوكرانيا ونعرب مرة بعد عن كل التضامن مع الذين تضرروا من جراء انهيار سدي كخفكة والذين تكبدوا الخسائر ونعرب عن شواغلنا بالنسبة لما ورد من أنباء عن قصف خلال عمليات الإجراء وكذلك عدم سماح الروسيا بالوصول إلى المناطق الخاضعة لها من قبل المساعدات الأممية كما ورد من قبل سيدة دونيس براون المناسقة الإنسانية لأوكرانيا وفي وشه هذه الأزمة قررت اليابان فورا توفير المساعدة الإنسانية الطارئة بواقع خمسة مليون دولار في مجالات كالغزاء والمياه والصرف الصحي من خلال برنامج الأغذية العالمية واليونسيف ومنظمات الوجرى الدولية ومفوضية اللاجئين إلى ذلك أن اليابان سوف تقدم قرابة مئة وستين معقما للمياه وثلاثين مضخة للمياه وأربعة ألاف مستوعب بلاستيكي للمياه وعشرين خزانا مائيا كبيرا من خلال الجايكا وكالة التنمية الدولية اليابانية فضلا عن خمسمائة وثلاثين مولدا للطاقة وثلاثين معادة أو ألية للبناء إلى جانب تقديم أنشطة إسكاء الوعي حول الألغام من خلال البرنامج الإنماء الأمم المتحدة ومع السكان المحليين سيدتي الرئيسة عضوانو روسيا كان له أثر سلبي في كل أسقاع العالم ونتخذ خطوات من أجل دعم الشركاء في العالم لأجمع إذا استجيبونا لمن أشاء من معاناة وكذلك نبني على ما حققناه من نجاح في جهودنا من أجل ضماني أن لا تتمكن روسيا من مواصلة استخدام الطاقة والغزاء وإمداداتهما كسلاح ضدنا وضد العالم دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع ولن نكلة ولن نمل في التزامنا للقيام بكل ما في وسعنا لوقف الأعمال غير القانونية لروسيا وتخفيف أسارها بالنسبة لأوكرانيا وسائر عنحاء العالم وهنا لابد أن تستمر مبادرة البحر الأسود للحبوب سيدتي الرئيسة نقدر الجهود الجادة للعديد من الدول بما في ذلك القادة الإفريقيين من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ونود أن نشير إلى أن السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق من دون الانسحاب الكامل غير المشروط للقوات الروسية والعتاد العسكري الروسي هذا طلب الجمعية العامة ولابد أن يدرج تاليا في أي نداء للسلام لابد للسلام وأن يستند إلى مبادئ مصاق الأمم المتحدة وفي هذا الإطار أن أي سلام غير عادل يزدري مثاق الأمم المتحدة سيكون نصرا للمعتدى أي محاولات لتغيير الوضع القائم في الأراضي بالقوة أو بالإكراه يجب أن يرفض في كل مكان في العالم وعلى الدول الأعضاء أن تمتنع عن دعم العدوان مباشرة أم بصورة غير مباشرة سيدتي الرئيسة أعلنت بيلاروس مؤخرا عن بدئها باستلام أسلحة نووية تكتيكية روسية تدين اليابان تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية بوصفه تهديدا خطيرا غير مقبول يتربص بالسلم والأمن الدوليين يجب أن نواصل فيما حققناه في السبع والسبعين العام الماضية من عدم استخدام الأسلحة النووية ونحص روسيا وبلاروس على وقف أي أنشطة تزيد التوترات سيدتي الرئيسة روسيا من بدأت هذا العدوان الذي لا مسبب له يجب أن توقف هذا العدوان الآن وهنا لا طريقة أخرى غير إنهاء العدوان يمكنها أن تضع حدا للأسباب الدفينة للمعاناة الهائلة ولا يجب أن يتم الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والفضائع الأخرى لابد من إحقاق العدل ولابد من مساءلة مرتكبي هذه الفضائع وشكرا